أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم أفلح من يصلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة زاكية نامية طيبة ما أجمل أن نقرن هذا الاستماع بقراءة سورة الفاتحة وقوفا على أرواح الشهداء السعداء والعلماء الماضين أحسنتم طبتم وطابت الأنفاس جهد للعلم وللعمل جهد للعلم وللعمل فضل هذا لأب الفضل علماء عادوا لحياة من بعد ممات أو قتل طوبى لمداد من حبر كدماء سبكت للبذل صحن العباس يكرمهم نهر قد أغدق بالنهل تحقيق للمخطوطات مركزنا عال كالجبل إله بكفي وعين القمر تعجل يا رب للمنتظر سليل نبيك خير البشر لَهُ شَوْقُنَا كَانَ مُنْذُ الصِغَرُ فَأَيْنَ السَّبِيلُ وَابْنُ السَّبِيلُ صَلُوا عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ الآن مع محاضرة لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه أستقبلوه بذكر محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة العزاء والسادة الفضلاء المشايخ الأجلاء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته إنه لمحمود الأفعال ومن صالح الأعمال أن نلتقي بالأخوة العزة سند العلماء الأفاضل والأخوة الذين بذلوا جهدا ولا زالوا يبذلونه من أجل استنطاق تاريخ علماء الأعلام فيما سطروا من معارف جليلة على مدار حقب الزمنية المترامية الأطراف بدءا سبب هذه الدعوة قبيل شهر رمضان تثمين جهود الأخوة العزاء والدعاء لهم بمواصلة هذه المسيرة الطيبة وأيضا الشكر لهم على ما يبذلونه وأيضا الدعوة للاستمرار على هذا الاهتمام الكبير في مسألة التحقيق ولعل بعض الذي سأقدمه بخدمة الأخوة غير خافل عليهم لكن قد تحدثنا مع البعض على شكل منفرد لكن أحببنا أن نجتمع بكم اليوم لبيان بعض الأمور التي هي من صميم عملكم بدءا نحب أن أوجه الشكر للأقسام المعنية والمراكز المعنية بمسألة التراث لما للتراث من أهمية كبيرة وواسعة غير مخفول عنها وهذا ليس فينا وإنما في جميع الدول والحضارات حاولون أن يحافظوا على تراثهم سواء كان التراث الإنشائي أو التراث الفكري نحن نهتم بالتراث الفكري ليس من شأننا الاهتمام بالتراث وإنما هذا جهات أخرى قد تكون رسمية هي معنية بالجهات الإنشائية والبنائية والآثار أما نحن عملنا في صدد الاهتمام بالجوانب الفكرية والعلمية والثقافية لأن هذا الاهتمام لم يكن بشكل كبير خلال الفترات والأحقاب الزمنية الماضية بسبب تأثر هذا الجانب بأوضاع البلاد سواء كان العراق أو غير العراق تأثر بأوضاع سياسية قديمة حديثة مما جعل هذه المسألة يكون حظها من الاهتمام حظا قليلا والمحافظة كانت على التراث وعلى المخطوطات لم يصحر بها أصحابها خوفا بخلا عدم مسؤولية ولذاك قد ضاع منا حقيقة الكثير الكثير وخصوصا عندما يقع بيد طبقات الإرثة التي لا تهتم بهذا الأثر النفيس وسيزهدون فيه ولا يقع بيد أمينة تحافظ عليه قد يباع بأسد الأثمان وينتهي به المطاف إلى الحرق أو إلى التمزيق أو إلى الإهمال أو إلى آخره ولذلك هذه المهمة حقيقة مهمة شاقة ومهمة نبيلة أيضا ومهمة تستدعي منا النشاط تلو النشاط تاريخيا بشكل مختصر في هذه العشرين سنة الماضية نحن سعينا بشكل كبير وسريع أن نجمع ما يتسر لنا من المخطوطات باعتبار العتبات لها الصندوق الآمن إذا توفرت فيه أكبر كمية من المخطوطات وفعلا سعينا إلى ذلك ثم بدأنا بالمحافظة عليها وكلفنا بعض الأخوة للذهاب إلى خارج العراق إلى بعض دول أوروبا لغرض دراسة كيفية المحافظة عليها ومعالجتها بالشكل اللائق وبحمد الله تعالى توفر عندنا مختبر مهم بالحفاظ على المخطوطات ثم بدأنا بفهرستها بعد تجميعها ثم انتقلنا للمحالة الثالثة هي أن تكون بيد الأخوة العزاء الباحثين بالإضافة إلى الاهتمام بالمكتبات المخطوطة حتى في خارج العتبة بل في خارج العراق وبحمد الله تعالى المسيرة مستمرة وتوفرنا على نسخ كثيرة جدا من المخطوطات الأصلية أو المصورة وهذا جهد أيضا يشكر عليه جميع الأخوة العزاء الذين يعني يساعدوننا في الحفاظ على هذا الإرث النفيس بالنسبة إلى عملية التحقيق خاطئا لا أريد أن أدخل في الجانب الفنية فأنتم فعلا متلبسين بها ولعل عندكم إحاطة أكثر مني في هذا الجانب لكن من باب محبة اللقاء بكم ونوه إلى بعض الأمور طبعا نحن عندما نتعامل مع أي مخطوطة أمامنا المحقق شخص المحقق سواء كان شخصا واحدا أبلو جنا عبر عن المحقق عن جنس التحقيق وعندنا الكتاب الذي هو المؤلف وعندنا العالم أو صاحب الكتاب الذي هو المؤلف وعندنا عصر المؤلف وعندنا ميزة هذا الكتاب دون غيره أنتم تعلمون أنه قبل سنتين أو ثلاثة نحن بلغنا الأخوة مراكز التحقيق على أنه خصصوا التحقيق لبعض العلوم دون غيرها إلا أن تكون بعض العلوم هناك لها أهمية كبيرة فقلنا يخصص إلى علم الأصول وعلم الفقه والرجال والتفسير بقية العلوم الأخرى إن كانت مهمة لكن الأولوية تعطى إلى هذه العلوم الأربعة نعم إذا كان هناك شيء آخر يكون نفيسا من قبيل بعض الشروحات في الأدب أو بعض العلوم في الأدب ولها أهمية أيضا أو هناك أثر نفيس لعالم منا وهذا الأثر يذكر لكنه لم نره بالعين وعثرنا عليه لا بأس بالفات النظر إليه وبدل الجهد لتحقيقه المحقق الأخوة العزاء حقيقة من خلال ما يعني نرى الكم النوعي وهذه إشارة مهمة أنا أريد فقط أن أبين بحمد الله تعالى سمعة المراكز التحقيقية في العطبة سمعة جيدة جدا والتأكيد على النوع أكثر من التأكيد على الكم وهذه ميزة لجميع مراكز العطبة أنه نسمع كلاما طيبا ونرى أيضا إنتاجا وفيرا وطيبا بحيث لم تخدش النوعية ومتانة التحقيق رغم كثرة المراكز الموجودة ولعل كثرة المراكز هي حالة صحية في مورد وحالة غير صحية في مورد الحالة الصحية باعتبار أن التراث الذي نملكه تراثا واسعا فيمكن أن ينهض به الأعداد الكبيرة من المراكز وأيضا هذه الأعداد لو نهضت به فإنه يبقى هناك في خفايا الخزائن ما يحتاج أيضا إلى من يساعد على إخراجه فهذه الكمية الكبيرة من الأعداد لا تؤثر على التنافس حتى وإن كان فيما بيننا لا يؤثر ويكون تنافسا غير محمود الجهة الأخرى الجانب السلبي قد يكون هناك تكرار في تحقيق المخطوطة ألف أو جيم من نفس الجهات وهذا تابعناه بشكل دقيق باعتبار أن أغلب الأخوة عندما يريدون أن يحققوا شيئا يعني لا يبتون به ابتداء وإنما يرفعونه بحسب التسلسل الإداري ويبت به بعد ذلك شكلنا هذه الهيئة التي تكون مطلعة على جميع مراكز التحقيق خوفا من أن يتكرر العمل وهذا بالنتيجة له جهد وله يعني مال لا نرى في الواقع فيه ضرورة وإنما جهة ألف هي تتبنى هذا العمل جهة باء تتبنى العمل الآخر نعم لا بد أن يطلع الجميع على كل الأعمال كما قلت خوفا من التداخل وحصل هذا عندنا لعله حصل بنسبة جدا جدا قليلة يعني لا تعتذكر لكن بيننا وبين آخرين عندما نعلم أن هناك مخطوطة فعلا يشتغل عليها بعض الباحث بعض المحققين نحن نرفع اليد عنها بل نقول اذهبوا إلى الأخوة يعني اسألوا هل يحبون أن نساعدهم في ذلك نبقى نحن نخرج نحن المهم أن المخطوطة هي التي يعني غايتنا هي أن إخراج المخطوطة إلى العلن وبحمد الله تعالى هذا الجانب أعتقد توفر بشكل يعني جيد المحقق الذي يعني أحب أن يقول هو لا بد أن يبذل أوسع ما يمكن من جهد وأنتم بالعمل أعتقد وجدتم بعض الأشياء التي كان ينبغي على المحقق مثلا أن يضيفها أو أن يلتفت لها أو أن يحذفها هذه المسائل يعني أوسع عندما ينتشر الكتاب لا يكون للمحقق دخل يعني هو علة في حدوثه لكن هو ليس علة في انتشاره فلذلك لابد أن يلتفت على أن كل ما يقال في هذه المخطوطة من تحقيق ومن إضافة هي بالنتجة ستخرج بشكل لا يسيطر عليها بقاء المخطوطة وانتشارها بالأوساط العلمية ستكون حالة من حالات المدح للمحقق أو لا قدر الله تؤشر على المحقق بعض الملاحظات كل ما كان المحقق خرج من العهدة وبدلت جهدا كبيرا في ذلك ويشعر بقرارات نفسه أنه لم يقصر هذا هو المطلوب سأصاب أخطأ شيء آخر العمل المهم أن يخرج العمل بشيء يرى نفسه المحقق أنه لم يقصر في ذلك هذا هو المطلوب وليس بمقام المدح لكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث إلى الآن الجو العام لتحقيقات العتبة ببركات يعني جهدكم الكريم بحمد الله تعالى هو أمر جيد لابد من المحافظة عليه والاستزاد منه وأنا أقصد في مجانب الدقة هذه عبارة الدقة عبارة مهمة يعني في الحوزة تردد كثيرا لمطلب علمي أو لتحقيق كتاب أو لنكتة معينة هذا دقيق يعني يلتفت إلى دقاق الأمور وهي مهمة جدا فالمحقق بالإضافة إلى ذلك لابد أيضا أن يكون دقيقا يعني ليس فقط في اكتشافنا نسخة أو مثلا مقابلة لمسات المحقق ودقة المحقق قطعا ستظهر على الكتاب الذي سيحقق وهذا بحمد الله كما قلت إلى الآن واضح نعم هناك تفاوت لا شك وهذا أمر طبيعي تفاوت بين هذا التحقيق وذلك التحقيق في مسألة الكفاءة لكن كلاهما عبر أو تجاوز الحالة المقبولة فإنما نقول هذا جيد وهذا أجود هذا أمر أيضا طبيعي جدا ومحل التنافس المحمود فيما بين الأخوة شيء أحب أيضا يعني الأخوة في الهيئة ما بد أن يكون للكتب المحققة في العتبة بصمة خاصة يعني الكتاب عندما يراه أحد مثلا في المكتبة يعرف أن هذا الكتاب قبل أن يصل إليه قبل أن يقرأه أن هذا تحقيق مراكز العتبة وهذا له علاقة قد بالإخراج يعني الكتب الذي تخرج يعني تطبع بعد التحقيق قبل الطباعة لا بد أن يكون إخراج الكتاب كله بنسق واحد لا أقصد فقط يعني علامة العتبة طبيعة إخراج الكتاب حتى وإن العلامة غير موجودة سان عندما يمسك الكتاب طبيعة إخراجه طبيعة أسلوب التحقيق يعرف على أن هذا الكتاب هو مخرج من مراكز العتبة وهذا يريد أن يعني يشتغل عليه الأخوة البصمة تكون بصمة واحدة مميزة في إخراج الكتاب طبعا المؤلف والمؤلف هذه من المسائل المهمة لا أقول أن نغرق يعني المقدمة بحيث نبتعد عن الهدف لكن واقعا التعريف بالمؤلف ميزة من المميزات المهمة وقبل فترة كان عندي كلام يا أحد الأخوة الأفاضل شيء جانبي لكن أعتقد مهم أنه في الحوزة الآن عندنا بعض الكتب التي تكون يعني كما يعبر عنها يوسف عصرها ويبدو لا زالت يا يوسف العصر من قبيل كتبنا الثلاثة أنا لا أريد أن أطرح شيئا وأعرض بآخرين الهدف ليس هذا وإنما الفائدة المجنية من ما أقول بعض الأخوة الأعزاء طلبة العلم مثلا عندما يقرأ الكفاية أو عندما يقرأ الرسائل أو عندما يقرأ المكاسب قبل أن يدخل في هذا الكتاب لا يعرف ما هي المصادر التي يمكن أن يستعين بها لتوضيح المطالب إذا كان الطلب من الأخ الفاضل أن لا بس أن تؤلف كتابا تذكر فيه مصادر المراجعة للكتب الثلاثة وتعرفون أن كتاب الكفاية أو كتاب الرسائل أو المكاسب أن شروحات تختلف في المنهجية يعني بعض الكتب الحواشي يكتفي بفتح الألغاز فقط آخر لا يبدي رأيا آخر يذكر آراء أخر هناك مصدر هو تقريرات أحد العلماء ويكون متن الدراسة هو الكفاية تتفاوت هذه الكتب في قوتها وطريقة خراشها الطالب إذا كان لا يعلم قد يأخذ أيام وأشهر من وقته بلا أن يعرف إلى الآن هو كيف يقرأ الكفاية وهذا حاصل يعني هذه الكلمة ليست قضية فرضية وإنما طلبت الكفاية يشكون من ذلك خصوصا إذا كان الأستاذ يزيد الألغاز الغازا يعني لا فلذلك التعريف في المخطوطات التعريف بالمؤلف والتعريف بالمؤلف من الأمور المهمة جدا هذا راح ينفعنا ويهيئ لنا فائدة قادمة وهي ما هي الفائدة إن شاء الله تعالى سنكلف الأخوة بأن يجمعوا جميع مقدمات كتب التحقيق ممن تناولت حياة المؤلف بطريقة دقيقة جدا ويعمل منها موسوعة أو كتابا كبيرا لحياة العلماء تعرفون أن الطالب العلم يتأثر كثيرا بحياة العلماء وعندما يقرأ حياة العلماء باعتبار هو بدأ يسلك هذا المسلك سيستشعر بشكل مباشر قيمة ما عنده وأيضا التحمل الذي بدأ له العلماء في سبيل الوصول إلى ما وصلت إليه الطائفة وأيضا هو سيكون له حوافز كثيرة على أن يبقى مصرا على التحصيل وإن أعاقه بعض العوائق باعتبار لا يوجد عالم محصل لم يمر بعوائق لا يوجد أصلا لأن العلم مقرون بهذه العوائق الموجودة نعم تختلف كيفيتها في مدى سعتها وضيقها وأيضا قدرت الشخص على تحمل بعض الأمور أو استسلامه لا قدر الله فهذه عندما تكون يعني المحقق عندما يكتب عن حياة المؤلف المرجو منه أن يلتفت إلى أن هذا الكتاب الذي سيكتبه وهذه المقالة في حياة المؤلف ستستل من هذا الكتاب وتذهب إلى موسوعة سيحييها التراث تتحدث بحياة العلماء فكلما كان دقيقا وكلما تناول وإن كان بشكل مختصى أصر المؤلف والدواعي إلى الكتاب كلما حافظنا على خصوصية المؤلف وسيستفيد منها الطالب في حياة هذا المؤلف بمعنى آخر أنه تارة لا يصل الكتاب المحقق إلى كل رواد الفضيلة والعلم إما أنه يرى أن مرحلته إلى الآن لم تأتي فلا يتناول الكتاب أو يرى أنه تجاوز هذه المرحلة أيضا فلا يقتن الكتاب أما أنه تكون قصة العالم ها يحتاج كل أحد وإلى الآن المراجع عندما يعني يرون كتابا يتحدث عن شخصية معينة والآن كتب عنه أيضا يتناولونه ويستفيدون منه كما في العصر الحديث كثير من الكتب تناولت بعض الشخصيات قبل ستين مئة سنة والآن كشف النقاب عن بعض خصوصيات هذه الشخصية ترى الكل يتناولها لمعرفة خفايا هذه الشخصية وكيف كانت تدير بعض الأمور إذن هذا الجانب سنستفيد منه في تأليف هذا المؤلف الذي هو ينصب في خانة قصص العلماء أشبه بالسيرة الذاتية أو العلمية سأقول السيرة الذاتية بها الدقة السيرة العلمية والفائدة التي نجتنيها من هذا المؤلف بالنسبة إلى الميزة في الأمس ذكرنا شيئاً مع المداخلات الأخوة في إزاحة الستارة عن موسوعة عن التراث الفقه للشيخ حسين العامل والد الشيخ البهائي كان قضية أنه تأثير الطالب بأستاذه هذا التأثير لا شك سيؤثر في بصمات العلمية أتحدث يؤثر كثيراً في رأي العالم هذا التأثير يمكن أن خلال التحقيق نشير له إشارة أن هل هذا الرأي هو من مبتنياته أو هذا الرأي قد يعود إلى أستاذه معرفة تأريخ المسألة الفقهية أو الأصولية في غاية الأهمية تأريخ متى حدثت هذه المسألة تعرفون أنه تبويب المسائل الفقهية يعني لم يكن عند القدماء مبوباً بشكل واضح وإنما بعد ذلك بوب في المقنعة ونهاية الشيخ تقريباً هذا العصر الذي اتسم فيه الفقه بالتبويب تبقى بعض المسائل الفقهية أو الأصولية نؤرخ لها في الابتداء ولذلك يعني هذا يحتاج إلى لجنة خاص وجناب شيخ مسلم تكلمت معه قبل أكثر من ثلاث أسابيع في موضوع ولا بأس الآن بالإشارة إجمالية له أن أي مسألة عندما يراجح الآن الباحث مدرس الأستاذ مهم جداً أن نعرف تاريخ هذه المسألة متى بدأت باعتبار ستكون هي من المسائل المستحدثة في وقتها فمعرفة أركان الاستدلال عليها وطريقة الاستدلال بالنسبة لنا جداً مهم تعرفون أنه مستحدثات المسائل في كل عصر له مستحدثات وهناك في بعض الحالات جرأ علمية للانتقال من مسألة كانت معروفة إلى نقيضها تماماً من القول بنجاسة ماء البئر إلى القول بطهارته مثلاً وهذه نقلة نوعية في تاريخ المسألة تنسب إلى العلامة مثلاً الآن الخطوط العليظة للمشروع نحتاج في كل عصر في كل قرن ما هي إبداعات علماء ذلك القر في مهمات المسائل ما هي الإبداعات قطعاً تحتاج إلى لجنة تجلس لمعرفة ما هي إبداعات الطائفة في المسائل الأصولية في القرن الرابع في القرن الخامس تطور المسألة الأصولية إلى يومنا هذا ما هي الإبداعات الرجالية متى حدثت مسألة مثلاً نظرية تعويض السند وهل غير هذه النظرية السليمة أو غير السليمة لكن متى حدثت وماذا أرادت هذه النظرية أن تسد الخلل أي خلل كان حتى تسده متى بدأ الاهتمام بالأسانيد لأن الأسانيد تعرضت إلى تصحيفات مثلاً هذا الجانب سيخفف كثيراً وأيضاً يساعد الباحث على تطور الجوانب العلمية للعلماء من هذا سيجعل الطالب يتخذ مساراً جيداً على أنه لا بد أن يفكر لاحظ تارة نحن نحترم الكتاب الفلاني وهذا جيد بالنتيجة احترام العالم الفلاني هذا أمر مطلوب ووظيفتنا واجبنا لكن أن يصل الكتاب إلى حالة تعطيل أفكارنا هذا غير جيد هو صاحب الكتاب لا يقبل بذلك ولذلك هذا التأريخ الانتقال من هذه المسألة إلى هذه المسألة سيجعل الطالب يفتح أمام نفسه جانب من جوانب المحاولة وهذه المحاولة الإنسان في الجانب العلمي عليه أن لا يخجل منها لا أقل الحلقات الخاصة فيما بين الأخوة أن يبدي رأياً فما دامت الآراء تبعاً للمناقشة والتطور إذن فليكن هو حلق من حلقات التطور في المطالب العلمية على مستوى درسه على مستوى كتابته على مستوى مناقشته لا يضر لكن المهم لكن المهم عنده حالة من حالات التطور طبعاً مع المحافظة على الموازين العامة يعني إبداء رأي آخر ليس هو المطلوب وإنما التطور المطلوب يعني لا يبدي رأي كيف ما اتفق وإن كان خاطئاً أو فيه جرأ أو فيه تجاوز أو فيه إساءة أدب والعاذب الله لكن بالنتيجة هو لا بد أن يحرك نفسه أعتقد بالفترة قبل ثلاث أسابيع مقالة لأحد أخواننا المهتم في علم الرجال كانت عنده محاولة إن شاء الله تكون موفقة وهو إرجاع كتاب البرق الآن كتاب البرق فيه كلام له أو لحفيده إرجاع الكتاب إلى أنه هذا ليس كتاب البرق وإنما كتاب سعادة بن عبدالله الأشعر نعم البرق كان راوياً له ويذكر مجموعة من القرائن التي تدل على ذلك وطبعاً سعادة بن عبدالله الأشعر تعرفونه من الشخصيات المهمة ولها أثر كبير فنخرج من كتاب مجهول فيه كلام إلى كتاب يعرف مثلاً صاحبه قطعاً هذه محاولة جيدة أصاب أو أخطأ شيء آخر أنا أتكلم عن حالة يعني المحاولات الجادة بحيث الإنسان لا يعني يقصر في جهده من أذل أن الذي يشجعه على ذلك هو أن الأخ المحققين بذلوا جهداً خلال ما كتب وتتشكل لجنة من بعض الذوات الموجودة لمعرفة تواريخ وإبداعات المسائل شيئاً فشيئاً وهذا مهم فضلاً عن هذا فيه جنب لرفع قد تكون ظلامة لمحقق غير معروف مجهول لمحقق يعني صاحب الكتاب مقصودي لمؤلف قد تكون مجهولاً ظرف من الظروف لم يسعفه كتب وكتابته لم ترى النور تعرفون بعض الآن التراثل من قبيل مثلاً كتاب استدركات الوسائل مثلاً فاضل نوري ينقل عنه تلميذ أغاب زرك أنه كان يعني بعض كتبة في وقتها كمل الكتاب وانتهى لكن لا يستطيع أن يطبعه لعدم وجود المال الكافدة بعد فكان مثلاً يتحين الفرصة لمعرفة أحد قد ممكن يبدل له المال حتى يطبع الكتاب وكثير من العلماء قد خانهم الوضع المادي فبقيت هذه الكتب حبيسة يعني الرفوف فعندما يأتي محقق ويكشف النقاب ويتبهن أن هذا الرأي العلمي هو لفلان لكن لأن الكتاب غير موجود فمن أين نحصل على الرأي وإلى الآن هذه المشكلة قائمة عندما نريد أن نعرف رأي فلان نأتي إليه لترجمة الرجال وإذا هو ممدوح متحاً كبيراً خصوصاً في الجوانب العلمية وعندما نريد أن نأتي إلى مؤلفات لا نجد له مؤلف يذكر أن كتب في كذا كتب في كذا أعتقد قبل ثمان سنوات كتاب حقق له علاقة بالأصوات لأحد علماء كاشف الغطاء رحمة الله عندما رأاه بعض المهتمين الحاليين بهذا العلم انبهر من قدرة هذا العالم على تحليل الأصوات بالطريقة العلمية التي قد البعض لا يفهمها أصلاً يعني من المختصين في هذا الجانب لا يفهمها لدقة ما مثلاً أشار إلى هذا العلم أتذكر عندي كتاب مخطوط أمانة عندي يعني أنا رأيته يعني لا زال الكتاب عندي أن فنياً كان بعض الذين يكتبون يعني الكتاب يعتنون فنياً مثلاً السطر الأول في علم أفقي السطر العمودي في علم آخر القطر قطر الورقة في علم ثالث وكتاب واحد ويقراه واحد أفقياً كله كتاب لكن عندما يقرأ عمودياً يطل له علم آخر قطعاً هذا براعة يعني في هذه المسألة بعض المطالب العلمية عند العلماء لأن الكتاب لم يطبع فطالبه هو ينقل الطالب بعد ذلك يتوفى وبعض الأفكار أيضاً تذهب والكتاب رهيم والآن عندما تضرح النظرية الفلانية حقيقة لا نعرف من قائل أول من قال بها أما لو بدأنا بالتحقيق وأكدنا هذا المطلب شيئاً فشيئاً العنصر الزمني في اكتشاف النظرية أعتقد سيفيد الباحثين والمحاققين كثيراً لأن بعض الآراء مهمة وفي الأمس أيضاً يعني شيخ حسين الذي ذكر الشيخ الأعظم على أنه هو أول لاحظوا أول من التفت إلى أن الاستصحاب ممكن استدعاله بالروايات وفعلاً في كتابه موجود في العقدة الطهماسية الشيخ الأعظم هذا يعني هذا قناعة أنه هو أول جنازة قد تكتشف أن هناك من يكون قد قبل شيخ حسين التفت إلى أن الاستدلال ممكن أن يكون بالروايات لكن لا نعرف فإذا وجدنا كتاب لمؤلف معين قبل شيخ حسين نقول لا النسبة فلان هو الذي اكتشف ذلك وليس شيخ حسين هذا لا يجعل منقصة لكن أقول البحث الذي يمكن أن يفيد نفائد جم في هذا ميزة الكتاب مهمة جداً ويا ليت الأفاضل يلتفت أيضاً إلى منهجية الكاتف الكثير يعني تصليط ضع المنهجية وهذه مهمة خصوصاً في غير الفقه غير الفقه قد المنهجية هذه المنهجية المتعارفة يعني باعتبار الروايات الشريفة عندما بوبت وأيضاً المصنفات بناء على تبدأ من الطهارة إلى الديات هذا هي المنهجية لكن بعض العلوم هناك فيها منهجية مرتكز المنهجية ما هو وهذا يعطي جانب عقلي جيد لمعرفة وتقدم وتأخر بعض المنهجيات في بعض الكتب المهمة يعني كانوا بارعين في المنهجية وهذا يدل على رصانة الأفكار وترتيب الأفكار عند المؤلف بشكل جيد بحيث لا نشعر هناك حالة من الفوضى وإنما المنهجي مرتب وينتقل من مطلب إلى مطلب آخر هذا الجانب أيضاً مهم في إبراز عملية يعني إبراز المنهجي في عملية تحقيق الكتب أنا أعتقد هذا الذي يعني أردت أن أبين بخدمتكم على نحو العجالة يعني إذا هناك أشياء لا بس أن نؤجلها إلى يعني فترة أخرى أدعو لكم إن شاء الله تعالى بالتزديد والتوفيق اللهم أني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصاب منك سأل الله تعالى أن يسددكم للصواب دائماً ونحن في هذا الشهر المبارك شهر شعبان ونستقبل شهر الله الأكبر الأعظم شهر رمضان المبارك أرجو أن لا تنسون هذا العبد من الدعاء أن الله تعالى يأخذ بأيديكم لما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء قبل أن أنتهي أحب أن أسمع إذا هناك بعض الملاحظات بعض الأمور التي ممكن أن نستفيد منها ممكن يعني بعضكم تفضل الشيخ نعفو باب المايك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم في البدء نشكر سماحة السيد الصافي على هذا اللقاء من المحققين وندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للعتب العباسي المقدسة سيدنا أكو مفصل مهم وهو المفصل الأول من مفاصل التحقيق وهو يعتبر الأهم يعني يعد الأهم من مفاصل التحقيق وهو القيمة العلمية للموسوعة أو للكتاب المحقق بالنظر إلى ما يحقق الآن في مراكز العتب العباسي المقدسة من بعض الموسوعات وبعض الكتب أحنا الكتاب يخضع لموازين علمية حتى يتجاوز مرحلة الجيد أو الجيد جدا للتحقيق أما إذا كان الكتاب ليس فيه إضافة وإنما هو عبارة عن تكرار لبقية العلوم والبقية الآراء والبقية كلام العلماء قد يكون هذا الكتاب تحقيق لا يوازي الجهود والمبالغ التي تبذل من أجل هذا الكتاب على سبيل الفرض عندنا خمسين سنة تبدأ بصاحب الحدائق وتنتهي بسيد محمد المجاهد خمسين سنة تقريبا عندنا الحدائق عندنا مصابح الظلام عندنا الرياض عندنا مفتاح الكرامة عندنا مصابح الأحكام لسيد وحر العلوم وتنتهي هذا الكتب بالسيد المجاهد بالمناهل في هذه الفترة حققت مجموعة موسوعات كالحدائق محقق المصابح يحقق الآن مفتاح الكرامة كامل رياض المسائل كامل التركيز على بحوث خارج ألفت في هذه الفترة وهي لا تحمل أي لا تحمل أي فكر جديد لصاحبها أو لا تحمل أي يعني إضافة جديدة للفقه الشيعي يعني لو افترضت أنا أن أحقق كتاب طريقة المؤلف طريقة استقرائية في جمع آراء العلماء ككتاب المناهل مثلا هذا الكتاب لو قارنته بمفتاح الكرامة ومصابح الأحكام مثلا هذن الكتابين أكثر ما يكون استقرائيين بخلاف مثلا الرياض والجواهر والحدائق استدلاليات هذا الكتاب الاستقرائي هذا الكتاب ماذا يضيف للمكتب الشيعي أكثر مما أضافه مثلا المفتاح الكرامة أو أضافه السيد بحر العلوم في مصابح الأحكام مثلا لو أردت كتاب أولي فبعد جواهر الكلام كدلائل الأحكام لسيد إبراهيم القزويني أو كتاب شيخ محمد حسن آل ياسين أعتقد هذا الكتاب ماذا أضاف للمكتب بعد الجواهر هل أن فيه إضافات علمية جديدة هل أن فيه آراء جديدة لهذا المؤلف أم أنه عبارة عن تكرار للجواهر والحدائق والرياض فلابد في هذا المفصل أن تكون اللجنة العلمية وملقات على عاتقنا يعني أحنا طلبة البحث الخارج القدماء أذول المفروض على أنه يقرأ بدقة في سبيل أن تعرف هذه اللجنة هذا الكتاب هل فيه إضافة لما سبقه من الكتب أم أنه عبارة عن نقل نصي لما تقدم من كتب يعني لو قرأت أحد الموسوعات الموجودة الآن التي تحقق في العتب العباسي تجد أن هذا الكتاب عبارة عن تكرار للحدائق والجواهر والرياض ويضيف قليل من المستند مثلا مستند الشيعة للنراقي هذا الكتاب بطوله هذا الكتاب بطوله مع بذل هذه الجهود والأموال على تحقيق هذه الموسوعة وما تأخذه من سنوات في تحقيقها هذا عندما يضع في الميزان العلمي ماذا يضيف للمكتب أكثر من هذه الكتب التي ذكرتها جزاكم الله خير جزاء سيدنا الله يحفظكم جزاكم الله خير طبعا أنا أجيب باختصار لنكتة لا بد أن تظهر طبعا الحياة العلمية للعلماء مرت بمشاكل كثيرة يعني قد أضف الوضع العام في تلك الفترة عليها مما جعل البعض يخاف أن تذهب كثير من المؤلفات ولا نحصل على شيء منه مثلا كما يذكر في مسألة العصر العباسي نهايته والمغول يعني بناء على هذه حيث كانت هناك مكتبة ضخمة مكتبة سافور وكانت تحتوي على كثير من المؤلفات بعض الكتب واقعا إنما كان سبب التأليف هذه نقطة مهمة سبب التأليف هو ليس الغرض الاستدلال على المطلب الفقهي وإنما سبب التأليف المحافظة على الكتب العلمية أشبه بعملية نقل الرأي إلى هذا الكتاب ونحافظ عليه خوفا من أن النسخة خوفا من الكتاب الأصل قد يتعرض إلى مسألة الإهمال وغيره ولذلك بعض الكتب كانوا لا أريد أن أقلل من شأنها لكن أقول الداعي إلى التأليف بعض الكتب عندما ألفت قد لا نجد فيها جنب استدلالية واضحة مع أن المؤلف كان من العلماء قطعا الغرض من التأليف ليس لاستدلال الغرض من التأليف هو المحافظة على كتب الأصحاب السابقين أو مثلا عندما يؤشر إلى قضية مثلا في مسائل معينة نحن مثلا مثلا يؤمن هذا العالم بأن مشهور الفقهاء حج عليه ليس مشهور الرواية فقط وإنما حتى مشهور الفقهاء كيف يحصل على مشهور الفقهاء معنى المسألة عنده ضرورية كيف يحصل على مشهور الفقهاء فلا بد أن يشير إلى أحد أن يتفرغ إلى أنه ابحث بجميع الكتب الموجودة وحصل لي على الإجماع أو حصل لي على الشهرة بعض الكتب كان الهدف منها ما هو ليست الهدف منها هو الاستدلال الهدف منها هو التجميع نعم قد يقال على أن إذا كان هذا الهدف الهدف الآن تحقق وهذه الكتب التي كانت داعي إلى تأليفها قد هلفت وحفظت كثير من المطالب يفترض الآن أن نقف عندها ونعيد طباعتهم ليس نعيد التحقيق قد الطباعة نعيدها إذا كان الهدف هو المحافظة بهذا المقدار أنا أتفق معكم بهذا المقدار أقول الهدف منه كان المحافظة والمحافظة تمت كثير من الكتب الآن من يشيره للكتاب لم نجده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إذا طالعين قطعاً يعني كتبه هو لم يكن عنده كل الكتب دائماً يعبر عنه بالمحكي بالمحكي اعتمد على شيء بالمحكي اعتمد على مفتاح الكرامة لو كتاب مفتاح الكرامة غير موجود عنده لكان ما يمكن أن يستدل على كثير من المطالب لأن كتاب أصلاً ما موجود عنده ولذلك هو لبراءة ذمته يحيل على مفتاح الكرامة مثلاً أو لبعض فبعض الكتب إنما كان السبب التأليف الحفاظ على هذا التراث كما مثلاً في زمن السيد حسن الصدر رضوان الله عليه في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام أيضاً أشار إلى أن بعضهم ألف العلوم وبين على أن علماء المسلمين كانوا رواد في مجالات معينة فلذلك الآن تجد كتاباً عندما تقرأ تقول الآن القيمة قد تكون قليلة في وقته كانت قيمته كبيرة لأنه أسس لنقطة معينة وبين أن كثير منهم فعلاً قد كتبوا في العلم الفلاني واهتموا ونقلوا أقوال وأن لا ليس من السهولة في تلك الأعصار أن الإنسان يحصل على كتب كبيرة جداً فقط ينقل منها تعرفون أن نقل من الكتاب ليس سهلاً بالمتعارف اليوم البحث سهل كتاب في تلك الظروف الصعبة خصوصاً في الليالي كيف يحصل النقطة بعض الكتب كانت لم تفهرس تعرفون بعض الكتب الحجرية وحتى الكتب الخطية والحجرية لم تفهرس ذاكر المطلب أين ذاكرة؟ أنا أراجع ست مجلدات للجواهر في تلك الفترة حتى أجد أين ذكر هذا المطلب لم تفهرس الكتب سابقاً الجهد الذي كان يبذل ويوصى لا بد من وجود تفرغ له في تلك الفترة نعم كان هذا عملاً مهماً وجباراً نعم اليوم تقولون اليوم الآن هذا العمل الآن بعث لا داعي لتكرار ما كان مطبوعاً نعم إذا نفدت النسخ نحتاج أن نطبعه بهذا المقدار كما قلت أن أتفق معك مع ذلك اللجنة العلمية أو الهيئة لا بد أن تجعل بعض هذه الملاحظات أمامها عندما تحاول أن تحقق كتاباً أو أخر أحسنتم شيخاً فالله سيدنا عفوا بسم الله الرحمن الرحيم مع شكري والتقدير لمحاضرتهم القيمة في مجال التحقيق بس ملاحظة منهجية قد آلية تكون طالما أن الأخوة أهل تحقيق ونصوص التراث والكتب التراثية الفقهية الأصولية روائية وما شكل تعلمون أن عملية التحقيق في هذا الوقت تعتمد كثيراً على البرامج الكمبيوترية مكتبة أهل البيت ومكتبة الشاملة فهي دفعت عملية التحقيق خطوات جداً كبيرة للتقدم والإسراع في إنجاز الأعمال قبل 30 سنة عندما كنا نحقق للحصول على رواية مثلاً كنا نواجه صعوبات نبحث الكتب والكتب ما مفارسة بشكل جيد إلا أن نصل إلى الحديث أو الرواية أو نقل الكلام ولكن الحمد لله الآن هذه البرامج الكمبيوترية أعطت نقل نوعية إلى الأمام في عملية التحقيق ولكن الملاحظة هي أن الأخوة ينتبهون مع الاعتذار طبعاً كلما أصحاب فضيلة إلى المساوء الموجودة أيضاً في هذه العملية وما تفضلتم به من الاهتمام بمنهجية المؤلف قد تعين على هذا الأمر أن الباحث والمحقق عند إلمان بمنهجية هذا المؤلف حتى لا يقع فيها حفوات على سبيل المثال كنت أطالع كتاب من كتب بعض الأفاضل طبعاً في إيران حول قضية فدك فلاحظت أنه ينقل رواية أو مطلب ابن أبو الحديد ومعرفتي بمنهج ابن الحديد يختضي كان أن هذا النقل وهذه الرواية لم تكن من ابن أبو الحديد أنه هو مؤيد أو ناقل أو شيء فمن غاجعة للكتاب نفس الكتاب تبين أن ابن أبو الحديد ينقل عن السيد المرتضى مجموعة صفحات عشر صفحات خمسة عشر صفحة ينقل ثم يبدأ بنقد ابن سيد المرتضى فالأخ الفاضل المحقق معتمد على الكمبيوتر وباحث عن هذه الرواية أو عن هذا الكلام فوجد هذا ابن أبو الحديد ينقل هذا الكلام فتصور أنها نسبها لابن أبو الحديد والحال أنه ليس لابن أبو الحديد وجعل ينقض ابن أبو الحديد فالمهم مثل ما تفضلتم سيدنا قضية منهجية المؤلفين والالتفات إلى مساوء الأعمال الكامبيوترية والبرامج الكامبيوترية والحمد لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا جليل بالنسبة لبعض الأعمال كانت قد واجهنا في في ضمن العمل في المراكز أنه بدأنا بعمل ورأينا مركز آخر تابع للعتبة سبقتنا أو سبقناهم في نفس العمل فلعله نكون معرفة للمراكز بين المراكز قناة خاص مثلا لهم أو شيء موحد بينهم أن نكون نعلم أن الكتاب محقق أو قد التحقيق فلعله نستخرج من كتب المحققة ولا نعلم بها نستخرج تخريجات ضمن كتابنا أو وهي مطبوعة ضمن مراكزنا وموجودة ولا نعلم بطباعتها هذا أنا قلت في البداية هذه المشكلة قد قد تحدث بحسب عدم التنسيق لو يتم التنسيق بشكل جيد وهذه الهيئة مسؤولة أنه كيف تحاول أنه الكل يطلع على كل ما أنتج حتى لا يحصل التكرار هذا حق لكم هذا حق لكم أحسنتم فضو الشيخنا عفوا بنزرح مال هذه البصمة الخاصة تحتاج إلى منهج مطور تحتاج إلى منهج يعني تحقيقي مطور هذا المنهج هذا المنهج أنا أقترح شيء لربما البعض يقول أنت تبالغ في هذا هذا أشبه بدستور الدولة يعني دستور دولة التحقيق في العتبة العباسية المقدسة هذا ما يحتاج يعني همات نقول إحنا فد ثلاثة أربعة يخلوا هذا المنهج أنا بالنسبة لي أقول كون مئة شخص يصوتون على هذا بالقليل من الأخوة المحققين الذين مارسوا التحقيق يجب أن نعيد صياغة منهج موحد وانطرها بشكل هم إلكتروني بشكل ورقي واضح لكل المراكز يكون منهج موحد يعني يقعدون فد لجنة لا أقل رباعية وبعد ذلك مئة محقق يصوتون على فقرة فقرة يعني صحيح هو جهد شاق وطويل ولكن أنا أعتقد جدا ضروري لأن هناك مثلا مثلا أنا فد مسألة وحدة بسيطة أحد الأخوة المحققين يعني قل لي بيها وأنا ما مقتلع بيها يقول إحنا الرواية لما نخرجها خرجها من الكتب الأربعة فقط قلت لأنا بالنسبة إلي له أحيانا رواية صاحب الوسائل مهمة لماذا؟ لأن صاحب الوسائل هو شايف عدة نسخ من التهذيب ونقلها إحنا الآن نأخذ يعني نسخة مثلا لربما فريدة في الأسواق مالة التهذيب شلون يعني هو ما أخذها من مخطوطة وحدة مخطوطة لربما يعني مو بدقة الحر العاملي اللي جمع لربما عدة نسخ من التهذيب واختار الرواية اللي لفظها أدق فيعني قضايا كثيرة بالمنهج أعتقد ينبغي أن نصغلنا دستور خاص بنا كعتبة عباسية بحيث يصوتون عليه فدمئة محقق هذا يقبلوه هذا المنهج ولربما يطور في مرحلة ثانية شون دستور الدولة؟ أنا أعتقد هو مثل دستور الدولة هذا الله يحفظكم سمع سيئ شكرا الله سعيكم أحسنتم طبعا تفضلتوا أننا بالنسبة للمنهج المقصود من المنهج هي الخطوط العريضة التي لا يشد عنها أحد لكن خصوصية المحقق أيضا لابد أن نحافظ عليها يعني نحن الغرض من المحققين هذا المحقق الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني قطعا له خصوصية معينة وله براعة قد يفتقرها للآخر هذه الخصوصية لا نريد أن نحن نريد أن نستفيد من المحقق المحقق عندما يكتب ممكن أن بعد أن كثر تحقيقه في كتب كثيرة يفيدنا فائدة يقول أنا من خلال خبرتي في هذا الجانب أن أقترح أن يكون المنهج التحقيقي في هذا والمثال الذي ذكرته جنابكم هو هذا أصلا المثال المختلف عليه تعرفون الجانب العلمي في الحوزة بحمد الله تعالى يعني مفتوح بشكل كبير جدا في الوقت الذي بعض يرى أن صاحب الوسائل له خبرة كبيرة في الكتب لبعض الآخر يقول صاحب الوسائل ليس له خبرة في ذلك ويعطي الشواهد على ذلك والأول محق والثاني أيضا محق هذا الاجتهاد في دائرة يعني الوصول إلى الحق أمر مطلوب يعني دائما الإنسان يطور إمكاناته وقابليته أنا لا أريد أن أفرض منهجا محددا يعني في بعض الحالات مثل المدرس الآن مدرس الآن له طريقة يلخص المطلب في الخمس دقاق الأولى ثم بعد ذلك يبدأ بفتح الكتاب وآخر غيره لا يبدأ بهذا غيره يتفاعل يحرك طبقات صوته خوفنا أن هناك طالب في الأخير قد غفى غفوة مهمة حتى يقضه حتى يقضه مدرس آخر ليس له علاقة بذلك يقرأ الكتاب ويرى أن العهدة قد أنجزها وخلال 45 دقاق تختلف خصوصية كل شخص تختلف قيمة الإنسان عندما يأتي الكتاب ويعرض ونقول أن هذا الكتاب كان تحقيقه كان تحقيقه مميز ارشدونا إلى من حقق هذا الكتاب مقصود المنهج الخطوط العريضة نعم الهيئة مسؤولة عن ذلك هيئة التراث حتى لا يشد أحد أما قابلية كل شخص وخصوصية كل شخص لا بدنا أن نحافظ عليها بالعكس عندما نترك المجال له واسع سيتنافس على شيء أعتقد يعني نحصل منه إنتاجا أسرع تمت كلمة ربك صدقا وعدله جزاكم الله خير يسر الله أموركم دفع الله عنكم كل سوء ووفقهم الله تعالى للمزيد من التوفيقات واقعا نحن نستفيد كثيرا يعني من إنتاجاتكم والحوزة أيضا الحمد لله العلماء خارج العراق أيضا أصبحت حالة التحقيق هي حالة يعني مهمة وجادة والكل يستفيد منها شكر الله سعلكم لإحياء تراث تراثنا المنسي ووفقكم الله تعالى للمزيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة سيد أحمد صافي دام عزه طبتم وطابة الأنفاس الحضور الأكارم يرحب بكم مرة أخرى في هذه المحاضرة في محافظة النجف الأشرف ونحن بهذا الجوار الطيب جوار أمير المؤمنين بعد قليل سيتم رفع أذان الظهر والعصر بتوقيت النجف الأشرف هذا راح تكون فترة استراحة وبعدها نتزود بزادي أبل فضل العباس عليه السلام نتمنى لكم وقتا طيبا مباركا ببركة محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر